أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات أن ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من مزايا تنافسية قد عززت المكانة الاستثمارية لمملكة البحرين ما جعلها قادرة على الدوام وفي مختلف الظروف على أن تكون محطة أنظار رؤوس الأموال وقال معالي لدى استقباله في مكتبه بقصر القضيبية صباح هذا اليوم سمو الأمير بافلوس كونتستين الذي يزور البلاد حاليا إن الشركة ممتلكات وشركتها التابعة والزميلة تطلع بدور مهم وتساهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد وذلك عبر سعيها إلى إقامة شراكات مجدية وخلق فرص ذات قيمة ربحية وعوائد مالية مناسبة فضلا عن مساعدتها للشركات والمشاريع للاستفادة من موقع البحرين بوصفها مركزا تجاريا إقليميا رائدا ووجهة سياحية مرغوبة وذلك كله وفقا لمبادئ حوكمة الشركات والشفافية المدعمة ببيئة تشريعية متينة تحمي حقوق جميع المتعاملين وتصونها وخلال اللقاء رحب معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة بضيف البلاد متمنيا له طيب الإقامة في مملكة البحرين كما بحث الجانبان الفرص الواعدة للمشاريع التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في المجالات قير النفطية على وجه التحديد لا سيما الاتصالات والصحة والتعليم والبنية التحتية والصناعة من جانبه أعرب الأمير بافلوس كونتستين عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لما حظي به من حفاوة وترحيب خلال زيارته لمملكة البحرين